السلام عليكم طلبة الأعزاء سنتابع اليوم شرح يونيت 1 من كتاب الطالب لطلاب الصف الثابع بسم الله نبدأ سنتعرف في هذه الفقرة على قاعدة المضارع البسيط في حالة affirmative أي تأكيدي أي إثبات ليس نفي وليس سؤال الكلام العادي الذي نذكر فيه المعلومة أكمل هذه الفقرة بالأفعال في الصيغة الصحيحة لدينا الأفعال قبل أن نحل هذا التمرين علينا أن نتعرف إلى قاعدة المضارع البسيط جميع القواعد الواردة معكم في الوحدات في هذا الكتاب مذكورة أو مشروحة في قسم Grammar Notes ملاحظات القواعد في كتاب Student Book وتبدأ من الصفحة السادسة والثمانين يمكنكم العودة إليها دائماً لمراجعة القواعد نحن نستخدم زمن المضارع البسيط متى؟ لنتحدث عن أشياء نقوم بها كل يوم، كل شهر، كل أسبوع أي بشكل متكرر الأفعال التي نكررها دائماً أو الروتينية نستخدم معها زمن المضارع البسيط وأيضاً الأشياء التي نقوم بها دائماً أو أبداً، أحياناً، غالباً هذه الكلمات تسمى الكلمات الدلالية أو الكلمات المفتاحية أي عندما نرى كلمة أي كلمة من هذه الكلمات عندما نراها داخل الجملة تكون معيناً لنا لنعرف أن زمن هذه الجملة هو المضارع البسيط كمثال لدينا أنا دائماً أصل للمطار مبكراً لدينا كلمة هي من الكلمات المفتاحية أنا دائماً فعل متكرر إذن نستخدم زمن المضارع البسيط كيف يكون زمن المضارع البسيط؟ نشكل زمن المضارع البسيط باستخدام الشكل المجرد للفعل أو الشكل الأساسي والذي هو الفعل كما هو بدون أي إضافات وبالتصريف الأول لم نغير فيه شيء لم نضع له ING ولم نذكره في الماضي هذا هو البسيط إذن مع جميع الأشخاص وجميع الضمائر نستخدم هكذا الفعل المجرد بدون أي إضافة ما عدا في حالة الشخص الثالث المفرد ما هي حالة الشخص الثالث المفرد؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ لدينا ثلاثة أنواع لتصنيف الضمير أو الشخص لدينا First Person الشخص الأول عندما نقرأ First Person فإننا نتحدث عن المتكلم إذا قرأنا First Person Singular الشخص الأول المفرد فإننا بالتأكيد نشير إلى I أنا إذن First Person هو أنا أنا المتكلم وإن كان بالجمع Plural We نحن نحن المتكلمون إذن First Person تشير إلى الشخص المتكلم سواء كان مفردا أو جمعا Second Person تشير إلى You تشير إلى المخاطب هنا أتحدث عن نفسي هنا أخاطب غيري الشخص الذي أخاطبه سواء كان مفردا أو جمعا هو Second Person الشخص الثاني You بالمفرد أو بالجمع تشير إليها كلمتي Second Person المخاطب في حالتي المفرد والجمع أما Third Person Third Person تشير إلى الغائب ما معنى ذلك؟ هو، هي، ولغير العاقل أو تشير إليه في حالة الجمع They، هم إذن عندما يقولون نحن نتحدث أو هذه الحالة باستثناء Third Person Singular يقصدون بذلك الضمير الذي يشير إلى الشخص الغائب المفرد من هو الشخص الغائب المفرد؟ كيف نتحدث عنه؟ نحن نقول عن أي شخص غير موجود معنا هو أو هي أو نشير لغير العاقل بإد وفي حالة الجمع نقول They أي هم إذن أنا عندما أتحدث عن نفسي أستخدم ضمائر التي تشير لي كمفرد أو لنا كمجموعة فنحن نستخدم ضمائر First Person عندما أذكرك أنت أنا أخاطبك أو أخاطبكم فأنتم Second Person أنتم أمامي تسمعون حديثي وأتحدث إليكم أما لو قلت أنني أتحدث عن أشخاص غير موجودين سواء بالمفرد أو بالجمع هؤلاء نطلق عليهم Third Person المهم لدينا في هذا التمرين Third Person Singular He, She, It نعود لشرح القاعدة أذكركم أن شروحات القواعد الخاصة بكم لهذا العام موجودة في كتاب الطالب في الصفحة السادسة والثمانين إذن هنا قلنا أننا نستخدم الشكل Base Form الشكل المجرد للفعل مثل فعل Arrive لم نضف له أي شيء بعده جميع الضمائر التي ذكرناها قبل قليل First Person, Second Person لكن في حالة Accept ما عدا باستثناء For the Third Person Singular أي ما عدا الضمير الذي يشير إلى He أو She أو It أو أي اسم بديل لله أو الشي والإت يشير إليها ماذا نفعل عند وجود هذا الضمير؟ We add S at the end of the verb for He, She, It نضيف حرف الـ S في نهاية الفعل إذا كان لدينا الضمير في الجملة He أو She أو It أو أي اسم يستبدل بإحدى هذه الضمائر كمثال The Captain tells me about the flight details القبطان أو الكابتن يخبرني عن تفاصيل الرحلة كلمة The Captain هل يمكن استبدالها بأحد هذه الضمائر؟ نعم نستطيع استبدال The Captain بHe هو هذه The Captain مهنة تشير إلى شخص معين حتى لو كان اسما أيضا مثلا جون أو أي اسم آخر أيضا يمكن استبداله بالضمير He في هذه الحالة فإن الفعل لا يبقى بالباس فورم الفعل يجب أن يضاف له S في نهايته إذن The Captain tells The plane كلمة The plane الطائرة الطائرة هل يمكن استبدالها بأي من هذه الضمائر؟ نعم نستبدالها بإت لأنها غير عاقل إذن في هذه الحالة نضيف S للفعل الذي يأتي بعد هذا الاسم أو الضمير الذي يشير له إذن The plane takes off takes أضفنا لها S We use do does ثم not ثم the best form of the verb to form the negative إذن هنا ماذا قلنا؟ قلنا الفعل في حالة الإثبات فعل عادي نذكر الجملة بشكل اعتيادي لكن لو أردنا أن ننفي الفعل ماذا نفعل؟ نضع الفاعل في بداية الجملة كالمعتاد ثم الجملة هذه لو لم تكن في النفي ستكون A pilot flies أضفنا S More than 100 hours لكن الطيار لا يطير أكثر من مئة زاعة إذن نستعين بالفعل المساعد do لكي ننفي الفعل لكن do جاءت بعد A pilot he يمكن استبدالها به لذا علينا أن نضيف لها S A pilot does not النفي بعد الضز fly fly هنا جاءت مجردة الاس وجدت هنا إذن لا نكررها هنا لا نضعها مرة أخرى طالما أن الجملة في حالة third person singular أو المفرد الغائب واستخدمنا الاس مع الضو الفعل يبقى مجردا A pilot does not fly more than 100 hours a month Fishermen don't need a lot of experience الصيادون لا يحتاجون الكثير من الخبرة الفاعل هنا Fishermen الصيادون أكثر من شخص هذا ليس مفرد غائب لا يمكن أن نستبدل Fishermen به أو she أو it نستبدلها ب they إذن لا تنطبق عليها قاعدة إضافة الاس للفعل الذي يأتي بعدها فيبقى الفعل وهو هنا الفعل المساعد مجردا كما هو إذن Fishermen don't need a lot of experience أيضا نيد طبعا مجردا إذن نؤكد الفعل في المضارع البسيط دائما يأتي مجرد كما هو إلا إذا كان مسبوقا بالضمير he أو she أو it حالة المفرد الغائب أو ما يدل على هذه الضمائر نعود لتمريننا Selma is a nurse Selma ممرضة she at night سنرى ما الفعل المناسب هنا هي ممرضة وفي الليل ماذا تفعل في الليل هي تشعر تحب تملك تكون هي تعمل إذن she الفعل work ولكن الفعل ما الضمير الذي جاء قبله she إذن هذه الحالة هي التي نضيف لها للفعل is she works at night Selma ماذا تقول Selma I فراغ my job أنا ماذا بالنسبة لعملها هي هل تشعر بعملها أم تحب عملها أم تملك أم تكون هي تحب عملها I like my job هل نقول هنا I likes بالتأكيد لا لم يسبق الفعل به أو شيء أو it إذن I like my job الفعل الفعل مجرد كما هو at night I فراغ time to talk to people في الليل أنا وقت لأتحدث للناس هل أنا أشعر feel feel they مع المطابقة هذه الأفعال جميعها تنتهي بحرف S المضاف بعد الفعل لكن هذه لا تلفظ دائما S تلفظ بثلاثة أشكال أحيانا تلفظ Z أحيانا S أحيانا I Z Runs لفظات Z Z Helps لفظات S Watches Is I Z Watches إذن علينا أن نستمع لهذه الأفعال ونصنفها في هذا الجدول وفقا للفظ حرف S في نهاية الفعل لنستمع معا His Takes Gets Tells Closes Checks Matches Arrives Prints الإجابات ستكون Hears Tells Arrives مع حرف Z هذه الأسونا لفظات Z Takes Gets Checks Prints الإس لفظات S Closes Matches لفظات Is I Z إذن كيف نحن سنعرف أن هذا الحرف هنا سيلفظ Matches كيف نعرف كل S كيف نلفظها سندرس هذه القاعدة The third person أي الإس المضافة بعد الفعل في حالة المفرد الغائب Of verbs ending in voiced sounds إذن حرف الإس عندما يأتي بعد أفعال تنتهي بأصوات voiced بأصوات مسموعة أصوات جهورية مثل الأحرف B D G V L M N R All vowels وجميع أحرف العلة إذن إذا كان لدينا فعل ينتهي بأحد هذه الأحرف أو بحرف علة فإن الإس التي تأتي بعده تلفظ Z مثل الفعل Hears Tells الفعل hear انتهى بحرف R Tells حرف L ها هي مذكورة هنا R L إذن عندما نضيف لها S تلفظ Z Hears Tells The third person S of verbs ending in voiced sounds الأفعال التي تنتهي بأصوات مهموسة مثل P T F K Is pronounced S مثال takes ندلنا حرف K الفعل عندما ينتهي بهذا الصوت لا نقول أن الفعل هنا انتهى بحرف E صوت E نحن نستمع للحرف الأخير الذي لفظناه كلمة take take لم نقل take قلنا take انتهى انتهى الفعل بصوت حرف K إذن ال S تلفظ S gets حرف T عندما يتصل هذا الفعل بS تلفظ أيضا S The third person S of verbs ending in sounds like Z S إذن الأفعال التي تنتهي بهذه الأصوات صوت حرف Z L S J She Che K S is pronounced is مثل الفعل close انتهى بالحرف Z بالصوت Z تلفظ closes I Z is closes match هذا هو الرمز الصوتي للصوت Che هذا للصوت Che إذن تلفظ Is matches من خلال هذه القاعدة نستطيع أن نعرف كيف نلفظ حرف S الذي يقترن بالفعل المسبوق به أو شي أو It The present symbol Negative إذن تحدثنا في القسم الأول عن حالة Affirmative التأكيد أي التحدث بشكل مباشر دون أن ننفي الفعل أو نضعه في صيغة السؤال إذن هنا سنتحدث عن Negative النفي Four Complete the sentences about Selma from exercise one أنهي أو أكمل الجمل عن Selma من التمرين الأول The nurses that she works with الممرضات اللواتي تعمل معهم And the people in the hospital والناس في المستشفى Use do not Does not Is not And are not Negative With do Does not إذن في هاتين الجملتين سنستخدم النفي مع Do أو does ثم Not بالنسبة ل Selma Selma work during the day سلمة تعمل أثناء النهار نحن قرأنا أنها تعمل أثناء الليل إذن يجب أن ننفي هذه الجملة سلمة مفرد هل نستخدم معها Do أو does مفرد غائب لماذا نقول مفرد غائب؟ لأن هناك مفرد غير غائب وهو أنا ولكن سلمة نحن نتحدث عنها هي غير موجودة هي مفرد غائب إذن الفعل بعد المفرد الغائب تضاف له is فنختار does does not ثم الفعل مجرد Nurses have time to talk to people during the day الممرضات لديهن الوقت للتحدث للناس خلال النهار أيضا هذه الجملة يجب أن ننفيها الفعل لدينا nurses هل هو مفرد غائب؟ لا هذا جمع غائب إذن لا نضيف is للفعل بعده وبالتالي نستخدم do لوحدها مع not بدون إضافة is Nurses do not have القسم الثاني من التمرين علينا أن ننفي باستخدام is و are ثم not أي الفيرب to be is تستخدم مع المفرد are تستخدم مع الجمع وأيضا is مع المفرد الغائب المفرد الحاضر الذي هو أنا نستخدم معه am فنقول سلما هذه مفرد is not a doctor سلما ليست طبيبة people in the hospital الناس في المستشفى الناس أكثر من شخص جمع نستخدم معها are والنفي people in the hospital are not alone at night ليسوا لوحدهم في الليل إذن ملأنا الفراغات ب does not do not is not are not exercise 5 سامي is a fisherman read what he says about his job اقرأ ما يقول عن عمله and then rewrite this paragraph with the correct form of the verbs ثم rewrite اقعد كتابة هذه paragraph فقرة بالشكل الصحيح للفعل hi i am sami مرحبا انا سامي i لدينا فعل الكون be an engineering student in california انا طالب هندسة في california مع i ماذا يكون فعل الكون يكون am إذن يقول i am but i work as a fisherman during the summer لكن انا اعمل كصياد اثناء الصيف i ثم بعدها فعل في المضارع البسيط والضمير قبلها i ليس he أو she أو it إذن الفعل يبقى في حالة base form مجردا فهذه الكلمة تبقى كما هي you not need a lot of experience to be a fisherman on a fishing boat أنت لا تحتاج الكثير من الخبرة experience خبرة لتكون fisherman صيادا على زور قصيد you ثم لدينا not نفي نحتاج للفعل لنستخدمه في النفي إذن مع you هل نضع do أم does مع you نضع do you don't need الفعل يبقى كما هو people think people think that a good fisherman not gets seasick الناس يعتقدون أن الصياد الماهر لا يصاب ب seasick دوار البحر بالنسبة لتصريف الأفعال هنا people think الناس يعتقدون هل نحتاج لتغيير شيء في الفعل هنا لا يوجد لدينا نفي ولا يوجد لدينا مفرد غائب لدينا جمع غائب إذن لا نضيف s للفعل فيبقى الفعل كما هو people think that a good fisherman not get seasick لدينا not نفي قبل النط في النفي ماذا نضع do ولكن ما الفاعل الذي ذكر قبل do هل هو مفرد غائب أم جمع أم غيرها لدينا fisherman صياد هل يمكن أن نستبدل كلمة fisherman بضمير he أو she أو it نعم يمكن استبدالها به نحن نقول عنه الصياد نشير له به هو إذن فالفعل بعد هذه الكلمة بعد المفرد الغائب يضاف له ونحن وضعنا دو فالس تلحق الدو تصبح does not ويبقى الفعل مجردا كما هو does not get but it not but true لكن هذا لا يكون صحيحا لدينا فعل الكون be مع الضمير it ماذا يكون فعل الكون مع he وشي وit نستخدم فعل الكون is وما أن لدينا فعل الكون فلا نستخدم الفعل المساعد do فنقول but it is not true إذن عند وجود فعل الكون في الجملة نضع النفي بعد فعل الكون ولا نستخدم do